يا ست نادي ست نادي ما تجومي ست نادي ست نادي جومي عشان تفتري جومي يلا 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 ده انا عاملالك فطار النمية ملوكي يلا جومي راسي تعال 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 اقعد 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 يلا عشان تفتري شباح الخير مريم مريم سلامتك يا روحي سلامتك روح مليئ سلامتك يا حبيبتي ألف سلام الدنيا تلفها باي راسي تنفجر سلامتك يا روحي هتبني كويسة ان شاء الله سدى يا بتي يا زينات الواتصو فكان عنده حق محدش يقدر يعمل لانا عاوزة غريك انت يا أروبا تقصدي ايه بقولك ايه انا جايبلك معايا حقن كده لازم تاخديها فهم حدا اقعد فودي حقن حقن ايه حقن عزل هتخليك تنسي كل حاجة تنسي اللي فات وتنسي اللي جاي كمان انت عملت ايه انا بعمل لمصلحتك انت مش فاهمة اي حاجة بجد ما انت لو دخلت السجن وانت سليمة هيعدموكي لكن وانت دخلة وانت مريضة فرصتك في الحياة أكتر عشان تعرف ان انا بحبك فعلا زينات البيتي دي ما تخرجش برا باب البيت عينيها ما تشوفش النور انت فاهمة انت تؤمري يا هانم هكتلك هكتلك يا ريم ما تتأخريش علينا يا ستريم هتأخر دي ايه دي فعنايا دي حبيبك اجرب من دمت اوه هكتلك اهدي 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 هكتلك يا ريم مفيدة ازاي ايه حالك حالك توسخ العباية دي بالشيء الفلاني عملا ايه في السجن يا سينا حلوة كده زينة مرتاحة ولا حد مدايجك هطلع وقرايب جوي كمان مين اللي جلك الكلام دي كريمة ولا بيتها طب عشان تبجي عارف كريمة طلعت وبتها خدتها تحت باطها وطارت بيها ومن الآخرك دي انتي اللي هتشيلي الليلة كلها وانا الصراحة وعدتهم ان انا هشهد واجولي ان انا شفتك بعين ايدي وانتي بتكتلي محرم لها مش كده وبس وانك كذابة وبتتبلي عن الناس وصوف الله يخليه ويطول في عمره هيثبت انك خطفت الود ولدي يعني انتي مجربة وعميلك السودة هي اللي جبتك لحد دانا لا كريمة مش هتفوتني عشان هي عارفة ان انا وهي في مركب واحد مركبك غركت خلاص وكريمة نطط وخدت الطوق وعمب به للبر التاني هبكى جيلك لما تلبس البدلة الحمراء شاهد شاهد يا جول ليه ابدا بصراحة انا كنت مترددة قوي نجيلك ليه يعني محرجة من اللي عملته معك انا نسيت اللي حصل ومش في دماغي على فكرة زينب هتخرج بكرة انا اصلي تعاملت مع الموضوع بشكل شخصي متشكرة والله قوي عزة علبت تعمله معي ومع زينب انا تحت امرك ومعاكي لو تحب تيجي تشتغلي في المكتب هنا انا اكون مبسوط قوي نتكلم في الموضوع ده بعدين انا المهمة عندي دلوقتي السيدة الكريمة خرجت؟ اه خرجت عزة انت مبسوط؟ مبسوط في حياتك يعني؟ تفتكري ايه اللي هيخليني مش مبسوط؟ عزة انا جيت لك النهار ده وبصراحة كنت عايزة اطلب منك اشتغل في المكتب معيك وتفاجئت قوي لما لقيتك بتطلب مني نفس الطلب حسيت يعني ان احنا بنفكر زي بعض زي زمان انت كنت صح كنت صحة في كل حاجة قلتها وعملتها وانا اللي كنت غلط وعلى فكرة انا مش مكسوفة ولا مدايق اني بقولي الكلام ده بالعكس ملاش نتكلم في كلام قديم الكلام فيه مش هيفيد ومين قالي انه مش هيفيد ياز انت وقفت جنب زينب لانها اختي وكمان علشان انسان جدع وشهم وبصراحة ما تتعوضش انا وقفت جنب زينب لان زينب معرفة قديمة واي حد مهما ان كان كان لها بي علاقة وشفته في ازمة اكيد كنتها في جنبه طيب ولو كان الشخص ده حبه بس الظروف هي الظروف طول الوقت هي هي مفيش حد في حياته مفيهوش العقبات ولا مشاكل لكن في حد بيقدر يحافظ على اللي بيحبهم حتى لو الدنيا كلها وقفت اصابه قولك ايه انا عايزك بكرة تروحي لتستقبلي زينب ويا فارجة وياريت كمان تبقى اللغي مروان لانه كان مهتم جدا وكان عايز يبقى في استقبالها شكله بيحبها قوي شاهد تحب اوصلك في حتة اه ياريت تفضل تحب تعال عايزك والله كويس انك عايزاني خير عايز ابني البيت بيت ايه ولا ايه اللي عايزة تبنيه ما تعملش اهبل يا محروس اتعيدلي في كلامك يا فوزية البيت الكبير عايزة ابنيه من تاني شوف الرجالة وشوف هيكلف كم الله ده انت معاك فلوس بقى ايوه معايا فلوس وحابي ادهبي كله كمان عشان البيت الكبير يرجع لازم الناس كلها تعرف انه بيت عبد الحكيم عمره ما يجع خلاص اللي تشوفي يا ستة الكل الا صحيح الناس شافوكي النهاردة وانت خارجة من عند مكتب المحامي خير كان في حاجة وما دخلتش وسألته ليه واسأله ليه وامراتي حبيبتي معايا في البيت وامرها ما بتخبي عني حاجة ولما بتعوز حاجة بتيجي تطلبها مني زي ما طلبت دلوقتي لو هتجي عنا عايزي ياكل ما تنساش اللي قلتلك عليه ماشي يا فوز ماشي يا ستة الكل عشان تعرفي بس ان ملكيش غير محروس هو اللي بقيلك حسد بالراحة مش كده انا هواديك في ستين داهية وانا هواديك الابوكي ما انا عارف ان البيت حبيبتي ابوها وما تقدرش اتباعد عنه قوليلي تحب تروح يجييف انت فاكر ان ريم هتسيبك؟ اوه ريم مش لو كان ليه عمر دي اخرتها يا حسن بعد ما وقفت جنبك واتحيلت على ابوي علشان اجي هنا ويخرجك ده الولاية كان زمانك مرمي هنا محدش معبرك ومش انا عرفت عرفت ايه؟ عرفت ان ابوكي هو يدخلني هنا وانك لما جاتي قلت جاء عشان تتأكدي وتعرفي حالتي بقيت كيف وبالمرة يعني تبخي شواني تسمي في ودايه الكلام ده مش صح لا صح اصل الدكتور اللي ابوكي كان بيتفعله انا كمان دفعتله عشان يدخلك هنا تخيال يا لبنة سبحانك يا ربي اه والله فعلا الدنيا دوارة حسن ما تسجنيش هنا ناسي بك ايه انت بس تتعالجي وتبجي تمام وانا اختك عالبيت تكملي علاجك تحت يدي ويمكن كمان اديك الدوجة ده الاتنين دول وما ليه احنا اولاد اصول يا لبنة حسن حسن عيون حسن الحامل موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة